يا ارميز التي تعتقد ان الارميل اخذت المال من والدتها نيرمين تشعر بخيبة امل سبتمبر الذي يجد المال الذي تركته نيرمين يشتري هدية خاصة بها الى يا اوميز ومع ذلك فان حماسة سبتمبر ستبقى في مسارها يريد كوراي المجنون تماما مما يسمعه من حوله الانتقام منه يعطي الملاك كوراي العقل ليأخذ زوجته بعيدا اوزان الذي فوجئ برؤية اسليم بجانب الفاتح يريد التحدث الى اسليم في خطر كل شيء عندما ترى جوليدي ان ابنها قد هرب من السجن فانها تساعد اوزان حتى تتمكن من التحدث الى اسليم سوف اثنين من عشاق تكون قادرة على البقاء وحدها يأتي نوران ونيرمين اخيرا الى المنزل الذي يقيم فيه البدينون انهم اشهدون شخصيا الحياة الصعبة التي يعيشها يا ايرز والارمل نيرمين الذي يريد اثنيهم عن فكرة العيش منفصلين يقوم بخطوة مفاجئة ومع ذلك فان هذه الخطوة تفتح الفجوة بين الدهون ديسمبر وستمبر يغيز الذي يعيش مختبئا عن الجميع وإيل ايرم لديهما زائر مفاجئ اخر الى جانب والدتهما في الواقع هي على وشك الزواج من الفاتح لانقاذ الشاعر اوزان الذي تم نقله الى سجن اخر يخطط للهروب انها مسألة فضول ما اذا كان اوزان سيكون قادرا على الهروب من سيارة النقل في السجن والوصول الى حفل زفاف اسلم وفاتح يركب اوزان مركبة النقل لمحاولة الهروب بخطة محسن في الواقع يعامل والدته وجوليدي بشكل سيء للغاية وغريب بسبب الادوية التي اعطاها له شول يأتي الى رشده بهدية الشاعر ويدرك انه بحاجة للهروب من هناك نورا ونرمين يعثران على سبتمبر ويا اوشمس يقسم كوري على الانتقام في سبتمبر ويا اومس لا يستطيع الشاعر الهروب من السجن وقال انه سوفنا شغل يتم اتخاذ قرار بالنقل الى سجن اخر يقول محسن انه سيساعده على الهروب في الواقع التسجيل الذي اخذته ايركول مني عديم الفائدة حذفه برشن يستخدم التسجيل لمصلحته الخاصة سبتمبر يرى نعي والدها يدرك انه ليس حقيقيا سوف يعود نيرمين بعد سبتمبر مع ابنها كوري يتعهد بالانتقام طارق يريد الهدية من يائر مار سبتمبر يرى يارمز بيع الليمون يغضب لانه يخفيه عن نفسه لن يرى اي منهما نعي يائر مار يرى يائر كار هدية في طريقه الى تر ايرك يعيش في جوليدي ويعود الى المنزل ويبقى هناك يعترف ملك امام نيرمين بانه يحب يا ايرمز وانه اعلن بنفسه لن يكون نيرمين سعيدا بهذا الموقف الشاعر يهرب من السجن في الواقع يتلقى تسجيلا يعترف فيه ايرمون بعلاقته مع جي اوشخن اجبر على العيش في نفس المنزل مع فاتح ووالدته ايركول يبحث اسل ايركول عن طرق للوصول الى اوزان من خلال التخلص من تهديدات ايركول هدية يريد ان يعرف لماذا ابنته مع الفاتح ولكن ايرمون لن يكون خاملا مرة اخرى اوزان الذي يريد معرفة سبب اتعاد اسليم عن نفسه لديه خطة هروب جاهزة على الرغم من الصعوبات التي واجهوها يحاول سبتمبر ويا ايرمز الذان يحميان حبهما البقاء على قيد الحياة دون دعم اي شخص يبع انجل الذي يلعب جميع انواع الالعاب للحصول على يا ايرمز اعلانا في الصحيفة يفيد بان يا ايرمار قد مات حتى يتمكن الارمل من العودة الى منزل والده وقال انه يرى اعلان سبتمبر والعودة الى ديارهم عندما يعود يا ايرمز من اسكي ايرمهير يجد ايل ايرميل في المنزل لكن سبتمبر ليس هو نفسه كما كان من قبل يعد مفاجأة لطيفة معتقدا انه اساء اليها لكن سبتمبر تعيش اسوأ ايام حياتها بعدما فعلته بها كوري يجد عدنان المنزل الذي يختبئون فيه ويقدم عرضا لم يتوقعوه ابدا عندما يأتي الشاعر الى نفسه يرى الفاتحة امامه يهاجم الفاتحة بتأثير كل الالم الذي عان منه لقد حان جوليدي لانقاذ ابنها وقد ابلغ الفاتح الشرطة بالفعل سوف الشرطة الخاصة بك تحيط المنزل الشاعر لم يبقى له مكان يركض فيه الهدية هي بعد الدواء الذي استخدمه على ابنته في منزل ايرمول يذهب طارق وراءه لمواجهة سيبل بينما يقاتل سبتمبر من اجل حياتها يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لانقاذ حياتها الشاعر في الواقع في حالة خوف كبيرة اثناء انتظار اجابة اسليم على طاولة الزفاف سبتمبر ويا ايرمز يقيمون في منزل جبل اوزام لكنهم يغادرون هناك بسبب حكس الرهم الذي جاء لعائلة اوزام يلجأون الى صديق قديم ليا ايرمز يدعى سينك لكن سينك يخون ويبلغ عدنان بموقع ال ايرمل ويا ايرمز يتعلم ان سبتمبر يا ايرمز غادر المنزل مفلسا هذا يقوي علاقتهم في الواقع الفاتح ادرك وينع عندما قال انه ذاهب الى الانتحار في الواقع لا يمكنه تحمل الضغط الذي وضعه ايرمول عليه من ناحية اخرى يواجه ايرمول والفاتح مشكلة لاستمتاع بكارثة جوليدي التي تمت مصادرة كل شيء بحبس الرهن بينما تبحث جوليدي وطارق عن الشخص الذي فعل ذلك بهما يشعر سيبل فقط باثر الفاتح في الامر ممتاز يحزم حقيبته ويهرب يخبر برشين او زان ان فاتحة واسليم معا الشاعر الذي لا يستطيع تحمل هذه الكلمات يعاني من انهيار عصبي ثم يرى الصور التي ارسلها برشين يلجأ ملك الى كل الوسائل لمنع ال ايرمل ويا ايرمز من الهروب يبلغ عدنان ونرمين يجيز يجب ان يترك كل شيء لديه لمغادرة المنزل على الرغم من هذا وقال انه لا يستسلم وقال انه يهرب مفلسا مع سبتمبر شول قريب جدا من انتقامه النهائي انه متحمس سبتمبر ويا ايرمز الذين اجتمعوا اخيرا بعد انفصال طويل بينهما تخطط للانفصال دون اخبار اي شخص من ناحية تريد سبتمبر المتحمسة لمقابلة احبائها الحصول على دعم عائلتها من ناحية اخرى والملاك يتبع يا ايرمز خطوة بخطوة لقد احبكتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات